انا عندنا مقطع نشوفه متعلق بسؤال عندي لو يعرض المعدة والمخرج المقطع ناخد منه تعليق مرحبا الشيخ نال حبيب حالما تتمزوج تزوجت بحمد الله من بلجيكا ما شاء الله ولي مع هاتي التي تزوجت قصة قصة؟ هاد القصة انا كنت لما رأيت وتلفظت بأبيات شعرية لم اتلفظ بها قبل ذلك غزل يعني؟ شبه غزل زي ماذا قلت؟ قلت لها احببتها لما رأيتها آخدة بجلباب التقى واقفة أمامي ما شاء الله احببتها لما رأيتها تمشي مشية الطاوس دي الألواني يا الله احببتها لما رأيتها تتبختر كعود من الريحاني احببتها لما رأيتها تخط خطوة لبوة في الأدغالي احببتها لما رأيتها ورأيت ذاك البدر يحسدها من بين النسواني أحببتها لما رأيتها ورأيت أشعة الشمس تطفو على محياها الرباني أحببتها لما رأيتها متسمة بصفات صورة النوري منها القرآني أحببتها لما رأيتها ورأيت أني أنا الخاسر مدى الأزماني إن لم تكن أما للبنين والبناتي يا الله يا الله حلو زقت منها بأولاد؟ طلقتها حرام بعد هذا الشعر والغازل طلقتها صدمة لطيف دكتور أنا لما أرصدك هذا المقطع لجوال نعم أصبت رد شيخ مواد مرحب قلت لي أصلا شعره المكسر دليل على أن الطلاق هو النهاية صدقت يعني هو الأخ جزي الله خير يعني منفعل ويبدو أنه تفاعل في البداية يعني عنده محاولة للتعبير طبعا لكن بالنسبة للأوزان مختلة عنده تماما والجانب اللغوي مختل وهو رجل عبر يعني عما شاء أنا لو هل من فاتح أعمل عليهم think